موسيقى 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 مشاهدي موقع الدار أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من العاصمة الإسماعيلية ضيفتنا لهذا اليوم اللي حاضر معنا هي صانعة للنجوم التلفزة المغربية واللي بدعت منذ سنوات في أعمال اللي لمسنا فيهم البصمة للتقافة المغربية واللي طرقات بكل جرأة المواضيع اللي ينتمنوا أنها تكون خدمة الفن في دروس كبيرة للجيل من الشباب دينا كانت تحضر معنا اليوم الأستاذة بشرة مالك اللي حقات واحد نجاح كبير في خلال هذا الشهر رمضان كتابة السيناريو سلسلة ابناء العساس أستاذة أهلا ومرحبا بك شكرا شكرا بزاف ومرحبا بقناة الدار عندي في الدار شكرا على التقديم ومرحبا بكم في العاصمة الإسماعيلية ومرحبا بكم في مكناس شكرا لك وعني كأول سؤال اللي مبدأوا به هد لقائنا الخاص مع سيدة بشرة يعني كناك نعرفه في البدايات الأولى كنت أستاذة تعليم المسرح منذ سنوات والأب ديالك هو أيضا رجل تعليم لا أب ديالي خدمت في وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي داكو عادي خدمت في لقغنومي ولكن فنة فنة هذا القاسم الزعمال اللي بيناتنا إنه فنة طيب يعني كان عرفو بل أن التعليم بطبيعة الحال إلا الاختيار ديالوكي اختيار عن حب وعن القناعة ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح شنون اللي خلى أو شنية الفتيلة اللي شعلات وخلات سيدة بشرة أنا تنتقل بشكل جدري وماشي تدريجي فقط أنا لكيتابة السيناري بعد أقي باش نشرح لك أنا ذاك القضية تعليم كان نجا عن قناعة وذك شما ما كانش قناعة ولا أنا المهم بعد مدرت دراسات ديالي ومن بعد مدرت أماستغ في المجال التصائي كنت نقلب أنا نخدم في المجال الفني مع العلم أنا درت لزاداك في أول سنة ديالي فش نجحت باكالوريا درت لزاداك ولكن ما ما قدرتش نسالي لزاداك درتistles وحت ثلاث واد وماشي ما شي اللي عندي في دماغي هو اللي يلقيت في لزاداك وعودة رجعت مؤ المهم بعد ما خضيت المصدر ديالي في المجال التصوير كنت نقلب أنا نخدم في المجال كنت تقلم على الوظيفة؟ يعني ليس عن حب وعن قناعة؟ لا 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 الوظيفة كنت نقلب ونقوم في المجال الفني وظيفة ولا لا يوجد وظيفة ما زعمه كنت أقول لك خدمت في الانستيتيو فرانسي لم أكن في التعليم في وزارة التعليم المغربية كنت في الانستيتيو فرانسي بديت في كوردية التياطر كنت قررت التياطر ومن بعد كنت جاءت الفكرة بيني وبين بعض المسؤولين في الانستيتيو فرانسي أنا نخلقوا واحد المادة اللي اسمينا هالاق تيرابي اللي كنا نحاول نستعله الفن من أجل أن أنا نقرروا واحد الوليدات أو لوحد الناس مام ابخلوا باك اللي عندهم بعض المشاكل سيكولوجية وبعض المشاكل نفسية ومن بعد بديت كنخدم بديت كنكتبوا ذاك الشي وراك عارف إحنا باش تكتب وانت ساكن في مكناس صعيبة يعني إما تكتغيب من الخدمة لأن مكناس را هي قرية كبيرة زعم ما نسميها هكا مع كل أسف كل مرة غدا رباط غدا الكازا غدا رباط الكازا ونقفوح الوقت بديت كنحس براسي بأنني بديت كنعياء أنني نوفق ما بين العمل ديالي كأستاذة مصراح وما بين الاجتماعات مع الابواد بخود مع القنوات ونرجع للور وكتفيت بالكتالة اختيار اللي كان اختيار شخصي يعني ما شاركتي معتاش حد يعني من العائلة اخديتي قرار ديالك بأنك صافيت تحبسي التعليم هو ما كانش قرار يعني مفاجئ هكا هذك فهمتي بقيت كتزر 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 كتزرت تلقي تراس كددت كواحد الموجة معينة ولكن صنغو قغيز عمام عاجبني الحل أنني في يوم الأيام خديت هذا القرار تكلمت عن مدينة مكناس ووصفتها كقرية عملاقة قرية كبيرة متي بنت مكناس سيدة بشرة واش راضية على ما تعيشه المدينة والسكان من تنمية وكمدينة يعني من الأقدم المدن العريقة في المغرب يعني عتيق الصيني في الوتر الحساس جداً عايباش نقول لك أنا عندي شريكة وشريكة في الضر البيضاء وهنت جيتي أنا سكنة في مكناس وما سكناش في الضر البيضاء أولادي رفضوا رفضاً باتاً يمشوا للضر البيضاء وما زالها في مكناس لأنها هي قصة حب وعشق كبير وكنقول الحب ماشي إعجاب حيث الحب هو فاش كنبغوشي واحد بالدفوية لي فيه لأن مكناس ازع ما والله لا ياخد الحق في الناس اللي مورى هاد الشي غدا وكا تموت لماذا قلت لها قرية كبيرة؟ نرى القرية وفيها شي حويج نرى غل العمران غادي كي يكبرها كبوح طريقة هبيلة زيد الضيور زيد القهاوي زيد الضيور زيد القهاوي كي زيدونا الكراسة في القهاوي باش يقلسوا فيهم الناس اللي اللي بيطلين مساكن فين هم الدراري ديال المكناس رخصك سعرف بأن الولاد ديال المكناس من ضمن الدراري اللي كي يجيبوا أعلى المعدلات في البكالورية كي خوي المدينة كي خوي المدينة كي خوي المدينة شنغد يديرو ومبعد فش كي بغير رجع المدينة وكي موعد طالف فش غي يخدم اره يلا جيت نحسب لك بش حل مشاركة في مكناز قدن نحسبهم لك ضغيات ثلاثة او الاربعة كيفش غادي يخدم هاد الولد زع ما كنت منى أن من المسؤولين يعني اللي تكلمنا على الجانب الفني بغض نظر على ما هو اقتصادي وشماعي ورغم المايدين المتداخلين فيما بينهم يعني مثلا لتكلمنا على دور الشباب اللي كي يكون فيها أعمال اللي كتشجعوا وكتبيه المواهيب السينما وش هاد شي يعني بدكي نضاتر وختافة بشكل كبير في المدينة كاينين 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 دور الشباب ومن بعد باش نفعتني أنا دور الشباب بقى نجيلها كل نهار كل نهار ومن مورها داك الشي شون غادي ندير شكونا يكتشفني راي دور الشباب كي يكتشفوا فيهم الشباب فش تكون فنانين كبار كي يجيوا لهم يشوفوا وحنا لا رغم سكن كي بقوا غير ما بعضياتهم فين هو المهرجان دي المصرح دي المكناس؟ طار مش هلتي طوان وش خليتون والله ما نعرف نجاوبك هذا سؤال ما زالك نطرحه فين هو المهرجان؟ المهرجان اللي كان اللي كان فريمان آمل ديالنا دابا ما زالت نطمعه في الانستيتي فرانسي باش يكون المهرجان دياله فيه كام وغزمو ان صديقي يدري صروخ دار مهرجان اخر ديال فيلم العربي ومازال سيم حمود بالحسن مشكور كيدير المهرجان ديال فيلم تلفازي المسائل الاخرين كلهم طارب علاش؟ الله اعلم مش حل من فيلم كيتصور في مكناس العام مش حل من مو سلسل حتى النهار اللي كيتم الاقتراح أنا كنقتارح تيقولوا لي مدينة ما فيها والو وغادي انطحوا في مشاكيلي لخنوقع شعاطة بتيقني أنا مكين والو في المدينة راب الصح وبعد المرات يقنعوني تنقول ايه ونكونوا كنصورو ونحتاجوا لشي حاجة كنديرو لا سكتقبطنو بلا تعاود الكازا ولا الرباط مكناس اللي هو فياجو الشوارع من مدرط يلقها اوه الجوطيات هاتش اللي كان في مكناس رسالة رسالة مباشرة للمسؤولين على هاد المدينة اللي فعلا مدينة جميلة بناسها وبتقاليدها جميلة بمجموعة من الامور اللي انتمنا وانا يكون واحد الالتفاتة كبيرة في مختلف المجالات كنت واحد الالتفاتة جميلة كانوا يهدموا جو سينيمات الالتفاتة صحيحة جو سينيمات من السينيمات اللي عندهم تاريخ انا اول فيلم شفت في حياتي في سينما اطلس ونضو الناس ونضو بعض الشباب ونضو بعض الشباب بينسوع وقعت في العريضة ونمشي بحتل الفوت فين هو الكوديم فين هو اعظم فرقة كانت في المغرب فين هو الكوديم صلينا عليه سالة الجنازة مش حالاتي ومنتخب السباحة ومنتخب السباحة يمع في المغرب من الكرة القادمة كنت معروفة بالسباحة كنت معروفة بفرقة البمبام كنا نحن اللوين في باسكت بنات فينا موضوع كيف ضررني بزاف وحق الله العظم لا يكون ضعمها سيضمج بالسعاف يعني مدينتك كتشوفيها نهار على نهار نهار على نهار كتموت والناس فرحاني والتوحد ما كيهدر ونهار لي كتزاد شي حاجة كتزاد قهوة أو لا محل البيار شي حاجة كتضرب السبب في الخاطر بالصح ما حاولتيش من جهتك كيفش أنك تصلحي الأمور تطفيقي الناس وكوك عباد الله عا تقوم كلاس مؤخرا بديتك نفكر أنني ندخل المجال السياسي ليس حبا فيه لأنها عرفة بأنه مجال قاسح ويقدر ما نعرفلوش ولكن حب المدينة والضرلي فيها لداخل من جهة مدينتي بقى تيبلي بأنه الباب الوحيدة هو أنني ندخل الحزب السياسي ونتقدم في انتخابات في مدينتي والحد الآن مازالك ما عنديش دراية ماشي بسياسة السياسة صراح كل نقص تكون عندنا دراية الفنان خطو يكون سياسي ولكن ما عنديش دراية بالأحزاب ما عنديش دراية باللعبة في حداتها لأنه عرفها هي في حداتها لعبة كبيرة اللي قدر نقدر ندخل في شي حاجة اللي ما كتليقش بيها ولكن را مفغا ما يفوكم بوش خصنا نديرو شي حاجة أكيد لابدا تكون شي حاجة لهذا المدينة وباقي المدن الأخرى اللي كتعاني بشكل كبير من الهشاشة وخاصة في الجانب المتعلق بالتنمية رجعوا العمل الفني والأعمال الفنية المتميزة ديالك أستاذة بوشرة مالك اللي ما بعد نطقوا بالاسم ديالك عجبك الحال قلتي بعدها ما غلطتش بالصحي تقولولي بوشرة مالك أنا اسميتي بوشرة مالك بوشرة مالك بنت جلالي مالك طالعا سؤالي هوش ما فكرتيش في اللحظة اللي السيد طيبي قتلتيه والكل تكلم على هذه النقطة هذي بزاف ما خفتيش أنك أنك قتلتيه قتلتيه وش ما خفتيش وما فكرتيش أنك تقتلي معاه ما تبقى من المسؤسسة لدي البنية العساس نظران تعلق لمغاربة بهذه الشخصية لا ما خفتش أنا كنقول يفو ديرانجي يفو سوكوي يفو ديرانجي يعني المتفرج ما يبقاش إنسان كسول ومتباع قصة مرة مرة تدهلو ديكها أنا بويت نقل الحياة مش حال مرة حركتنا الحياة مش حال مرة كنا في ديورنا عادي أنت كيجيك الخبر لموت نتع شي واحد وكنت حركوك عاملين أنا بويت نقل الحياة عادي اعطي علاج الناس را ما شافوش فيه مت إنسان مت قيم لأن أنا حاولت منه ونبني فيه جميع القيم اللي كان بغيوا في الان مرة أخرى كنتم يكون عنده طيب في حياته إما أخوه إما صديق إما راجله إما أباه كيفش أنه استقبل عائلة كيفش أنه انسى المسائل يعني لسوقتي من الاندي فيديو اللي يسمى بقاش مصلحة فرضية وكيشوف مصلحة عائلة كيفش أنه من بعد الموت ديالو عد بنادم كيرجع شوي الديالوج وكي تفكر كليمات بحلفاش قالت له فجاب لهم طرابش وقالت له وش من عيد هذا رماش يعيد الحوب قال هلا نخلقو واحد العيد سميته عيد العائلة هلش معناش هذا العيد بالصح عيد العائلة جميل أنه يكون عندنا هذا العيد فرمي كونش عنده تاريخ موحد ومعروف ولكن كل واحد يختار عيده وفي النهار ديالو ويفرح ينخلي نخليه العائلية ونضحكوه ونهضروه نخليه التليفونات ونخليه المشاكل ونعيشه اللحظة ذلك شالش أنا حاولت نكبر فيه هاد شي أنا كنت كان وجد الصدمة المغاربة ذهما بالصح كنت كان زيد نزينه 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 نحيده نقصح الناس أنا رات قصحت أنا رات قصحت فيها قصر من يبيل الله شو اللي قصحك فيها؟ قصحني فيها أولا لأن أنا نهار اللي قررت أنني نخدم على طيمة طيمة الموت المباغيت كانت كتكريم الروح صلاح ديالغماري اللي هو ولد مدينتي ولي كان كيفكر دايما في المدينة وكان في كل أنتغفيه أي هدراء أي فوق مبان هو من مدينة مكتحيدلوش من لسانه كنت بغاندير هات الشخص لأنه هو واحد الإنسان اللي الطيبة دياله هو اللي خلاته يدخل يقلو بالمغاربة شملك كان سؤال كلها يلسيت زعم سؤالي هو يعني وش مختش أنا الناس يعني بعد ما تعلقوا بهد الشخصية واللي يحبوها وبغوها ينفروا من المساس على الشماء كتوقع إلى كانوا الأحداث اللي مبعدها خاوين أنا حلقة مات الحلقة اللغة داخل رجت واحد من الحبس أنا في هذا المسلسل كنحاول بحل دبا كيني بزاف الكتابات فين كتلقى كتلقى غوبون ديسمون كل عشرات الحلقات أنا عندي غوبون ديسمون كل حلقة وأي طريق خداها المشاهد كنقول للا مشاهد يطريق أرى ما شو هذا رجع لها الجين أنا أرى هكذا أي شخصية صغيرة تمة ولا كبيرة كما بغت تكون عندها قصة ديالها سي هو كورال أنا ما خدماش أي العنوان بنت العساس حيث ما نقدرش ندير شي عنوان آخر ولكن القصة رها قصة عائلة وكل واحد لأن أي بيت في المغرب دقيقتي وحليتي وقلستي الأشخاص دياله قد سول هذا قصة هذا لأن نعيش قصة فرضية وعاد كين القصة اللي كتجمعنا كاملين اللي هي العائلة نك لا ما خفتش لأن الأحداث اللي جاية أقوى من الموت ديال طيب طيب سؤالي لك سيدة بوشرة هو من بين الأعمال ديالك اللي شغلت اليوم منذ سنوات واللي للنقاد والمتتبعين اللي يتحدثوا فيها واللي يحبوها اشنا هو العمل اللي كتشوفيه كان من المفروض ياخد هاد النجاح متلا دي لبنات العساس ولكن لموين الظروف ما ساعدتوش باش أنه يمشي في المامس يكسير اللي يحق لبنات العساس بدون تردد نقدر نقول كشيبوشباب كشيبوشباب كان من الأعمال الأولى ديالي ورغي العنوان ديالو كيبين لك وفين كنعود على الشباب ديالنا ديال دابا لأن كانت أول مرة شي مسلسل كيتطرق الولاد في الليسي طلبة في الليسي وكان كل طالب عندي عندو القصة دياله هو كشاب في الليسي وعندو قصة ديال عائلته وكنت كنتظر أن أنه إذا ما يدير وحلوس يكسير كبير ولكن كان بعض تلاعب في السيناريو وحتى الرؤية المخرج مما كانتش عجباني نهائيا ما تدخلشيش باش تنقدي الموقف كنعرفونا كنت في البدايات ديالي مع كل أسر جرأة باش أنك بقولي لا بس هات الشي سيمون بيبي كنت عندي الجرأة وكنت كبحها كن كبح ديال الجرأة ديالي ولكن كنت دابا جوليس خيبا باشي ما كنت تعود بطريق أخر لا لا ممكن أنا كنت حسيت براسي بحلي إجهدت في هذا البروجي كان إجهد حسيت حسيت بالإجهد فيه وبكيت فيه أنه سي باسا سي باسا كان أول مرة فاطم زهرق نبوع كتدخل لمجال تمثيل نقطة أخرى فاني في هذا الصدد غير باش المتتبعين توا ما يعرفو يعني الفرق ماشي الفرق وإنما فين كتب ذا وفين كتحبس العمل دي كل واحد يعني كنشوف عمل فني كين السيناريست كين المخرج وكين المنتج عد الفنانين الممثيلين اللي كيشخصو هاد الأدوار يعني واش الكاتب دي السيناريو واش عندو الحق باش أنه يقترح ربما الممثيلين اللي قدروا يشاركوا في هذا العمل هي يعني نعمالما المخرج هو اللي مكلف بالكاستينج وكيتحمل مسؤوليته مليون في المئة ولكن بالنسبة إلا كنتي كتآمن بالعمل فالشي كون جماعي ودك الشي وكتآمن بلايكيب فهو يعني المخرج والمونتيج اللي كيكونوا فناني نصحاح كي لجؤول السيناريست وكي سولوه ذاك السؤال نتاع شكون كتش كنتي كتكتبي شكون كي بيالك فالدور لأن ما كتكتبش دكاء وانا الحمدلله الناس اللي كنخدم معهم يعني في الأوينة الأخيرة وليت كنخطار معا من نخدم ونخدم مع ناس اللي كي أمنوا بلايكيب واللي كي خليوا لتأنا الكلمة ديالي شوية في الكاستينج بعض المرات تصيب وبعض المرات تخييب خطارتي الممتلين ديال بنات العساس كين من شي وحدين اللي خطارت ولا داعي اللي ذكر إلى أسماء اللي ماشي خطارت تفاهمنا عليهم فهمتي كان عنا نفس الرأي فيهم مثلا منافتوب وتازوت الممتلات اللي هم كبار يعني معروفين بالأعمال ديالهم كي تكلموا عليهم ما محتاجين شلتاشي واحد يدكو عليهم كلمنا على النجوم ديال تلفع زال الممتلين ولكن مكررناش لأنك تقربين اكتر من نجوم ديال الكتابة ربما اللي يكونوا في الكواليس وما كي يظهروش بزلك سؤالك زوين 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 كينين كينين النجوم ديال الكتابة وهو مجنود خفاء مثلا أنا ابنت العساس معايا هشام الغفولي من فاس هو وحد شاب فاسي ممتل وكيدير كوميديا وممتون هاد العام دار معايا اول عمل ديالو ديال الدراما في الكتابة هو فيتكتخدم معايا في الكتابة في السيدكوم لأن عنده واحد روح مريحة ودك شي وهاد العام خدم معايا في الدراما وكان في الحقيقة خير سند لي كان واحد واحد الكاتب سيفغي هو وخاعد بادي على القرص على القرص راسه صغير كيتصنط بغي يوصل مجتهد جدا وضرب تمارا بزاف باش أننا نوصلو ذاك العمل دون كان من هاد المنبار تنقول لهيشام اللي نسيتو واحد نهار وانا كان هادر في واحد المنبار جو مكسكيز هيشام راغير عتي رونوني بالهدراء وانسيتو كان عتادر من هاد المنبار لأن من المنبار هنزوره هيشام حتى وانا نتمنى را عنده ما يقول هيشام عنده ما يقول وممتل زوين ودار دي تلي فيلم زوين وبالنسبة لكلنا مغربة وبزاف ديال الأعمال كان خدم دايما مع دريس ومهدي لأنهم هم أخوتي وهو مشركة ديالي في الشركة ديالي وكان خدم حتى مع سيمو حمد قعمال اللي هو معروف وكاتب ديال الكوميديا زو ما تيكتبها بواحد طريقة رائعة وعنده واحد لغة ديال الكوميديا مغريبية محدى كيف يكتب بالليل وكيف يكتب بالنهار بالليل قهوة وش نحن ندير ما نسمع رزيدانس ديال نكونوا في مدينة إفران إما كذا نأخذوا الوتيل ونجمعوا في الوطن وكل شي ومعنوا في مدينة كيف يكتب بالليل شي بالنهار شي قلص شي واقف شي شي قرفوصاء كل واحد المهم عرافة تجيل وقيسا بجرة تقول واجدين واجدين نصفتوا يا الله كذا لكين شي حاجة تبدل خصوم يبدلو خصوم كذا يعني كيقوموا بواحد العمل جبار وهما أنا كنا أعتبرهم هما الجنود ديال الصف اللول نعم وهذا العمل جبار باش أنه يبان ويلقى حقوب طبيعة الحال كين بزيف الأمور المتداخلة فيما بينها بلا شك أن هذا السؤال سيكون بعيد عليك سيدة بشرة ولكن غير باش تخضي يعني كفكرة نخضو فكرة من عندكم يعني باش المسلسال اللي اخضي حقو في الكتابة وفي التشخيص تيمة في الكاسينغ وهذا شحال تقريبا القيمة المالية اللي على حسب تصور ديالك اللي نقدرون نشوفوا مسلسل اللي وصلت دول الأخرى ويلقى ناجح كبير أبيتي رقم يعني رقم جس ما نقدرش نعطك رقم ولكن نقدر نقول لك بأننا دباك نشوفوا السينما الميصرية أو للتلفزة الميصرية فين وصلت ياك ونقدر نقول لك بإحنا احنا يبعيدين كل البعد على الرقم ديال الانتاج ديالهم احنا عام ساكن وخاكك كي يتقاتلوا عباد الله باش يقدموا واحد المنتوج في الانتاج كي يتقاتلوا باش يخرجوا احنا شفخ تيبعلي ما زال ما لانا إلا زاد شفخ الفنان غا يكون مرتاح للتكنيسين غايتخلصوا مزيان الممثلين غايتخلصوا مزيان كل شي غايتخلص مزيان هذا الشي غايتخلص كل شي وغايتولي حتى النوعية والقيمة واسميتو غايتكون مزيانة لا احنا ما زالي بعادين في اله وصنوغمال احنا عنا شنو دوشان وعنا غايتجو جيان لشان دوزان مو الاختار والأولى هاتشي اللي كاين خصنا يقووا وليشان خصنا دي سبونسورين دي مسان خصنا خصنا المستثمرين يآمنوا بأن العمل في النيرة نحطوا فيه الفلوس وبأنه هو مشاريع هاي جاية احنا قبتنا الطريق قبتنا الطريق بدينا في المواضيع ذلكم يعني دائما كنت تحاولوا وتقيسوا المجتمع المغربي بضواهر ليا كالمخدرات الإدمان الإدمان على الانترنت على السمارتفون ولكن مفكرتوش انك تحذتش مثلا كفكرة على ما نعيش وهو في التندانس المغربي يعني الحمد لله خلال هات الأسبوع يعني التندانس المغربي تم إنقاذه بالأعمال في النياب حال بناة العساس حال سلفد طاليس وكلم جمع من الأمور هات التفاه اللي بلت كتمس اليوتيوب والغيزو السوسيو واش كيف شكتبعتيها بعدها وكيف شكتبعتي لكم أنا ما كنتبعش بزاف كتبش عليك والمشكلة أولا ما تبعش تكشي كي وصلك غريب جدا أنت كتقول علش ما نهضروش عليها فأفلامنا علش نهضرو عليها باش نقل له من نهايك أنا كنفضل نخدم مسائل كبيرة ومهمة باش نقدر أنني ندير لها الضل لها التفاهات أét تفاهات ما كانتش باش تندانس راح نالكposition للطن لها تكشي التفاهات ستنقر تفاهرة ترمح الفيروس. يجب أن تدخل فيه. يجب أن تدخل حصانة. ما هي القصص التي نرى في اليوتيوب؟ ما هي النظار نادة حاسية؟ ما هي النظار؟ ما هي النظار؟ ممتن وارين. إنتاج ضعيف جدا وممتن وارين. هذا ما نستطيع أن أقول لك. إذا كما تستطيع أن تكون لديهم بلاصة؟ لا أعرف. نستطيع أن نرىهم. نستطيع أن نعيط لنا حاسية. سهلا سهلا. ولكن لا يربحوا كما يربحوا من تفاهة. تفاهة مربحة جدا. نشكرك أستاذ أبو شراء مالك على الحديث الطيب معك. والتي كان لقاء ممتع جدا. نشكر أيضا لمشاهدي موقع الدار اللي كانوا حضرين معنا في هذا اللقاء الخاص. ونضرب لهم موعد جديد مع ضيف آخر. وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب. وبرتجي والفيديو ديرو جام. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.